أسراب طيور مختلفة أشكالها وأنواعها تلفت انتباهك بمجرد اقترابك من قرية موليبوس الهام غرب المغرب إنها بحيرة المرجة الزرقاء مترامية الأطراف المعروفة بطيورها وأسماكها الناترة لا تكاد هنا تميز مياهها عن مياه المحيط الأطلسي هذه البحيرة تتلعبوا حد دور إيكولوجي هنا في المنطقة وكذلك دور سياحي وبيئي فهي تستقبل الطيور المهاجرة ما بين أوروبا وإفريقيا حوالي 125 سنف ومنها ما هي طيور محلية وهي ما هي طيور مهاجرة لا زيادة فيه ولا نقصان وكأنها تحمل جواز سفر بتأشيرة لها مدة زمنية محددة فموسم هجرة الطيور نحو إفريقيا مثلا يبدأ مطلع الخليف بينما يبدأ نحو أوروبا بداية شهر مايو وهكذا وتستقبل هذه البحيرة سنويا أكثر من 150 ألف طائر تنتمي لاثنين وثمانين نوعا من بينها 16 سنفا نادرا أو مهددا بالانقراض مما حولها إلى وجهة سياحية عالمية صراحة نجينا الملعب وسلهام منطقة صغيرة ولكن غنية بالمناظر اللي زوئونا بزاف استمتعنا بالجو ديال منطقة كان صحيح يعمل النس بش يجي ويزوروا هذه المنطقة هذه ويستمتعوا بهذه الجمالية البحيرة وتعتبر المرجة الزرقى أكبر محيرة تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا والتي تتخذها كمحطة أولى بشمال المغرب قبل أن تواصل مؤامراتها الإفريقية السنوية لكن بالنظر للتغيرات المناخية فإن طيورها النادرة وأسماكها باتت مهددة رغم جهود السلطات المغربية لحمايتها يزرها السياح كما الطيور في رحلتين متعاكستين واحدة في الصيف وأخرى في الشتاء بهدف الاستمتاع بواحدة من أجمل المناطق العالمية المحمية والرطبة المتميزة بطيورها وأسماكها النادرة كريمة القرقوري قناة الغد بحيرة المرشة الزرقى منطقة مولايب السلام ترجمة نانسي قنقر